بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أعلن الأمريكيون عن انطلاق عملية إعادة الإعمار وعقدت المؤتمرات الدولية لحجد الدول المانحة وقدمت عود كثيرة بمليارات الدولارات لإعادة إصلاح ما دمرته سنوات الحرب لكن النتائج لم تكن على قدر الوعود عملية إعادة الإعمار هذه شابه الفساد المالي وتورط فيها سياسيون ممن يديرون الحكم في العراق وأمريكيون ما جعل صحيفة واشنطن بوست تورد في تقرير سابق لها أن جهود إعادة الإعمار التي بدأت بآمال واسعة انتهت الآن في مستنقع الفساد وسوء الإدارة مركز كارينغي للسلام أكد أن العراق يفتقد إلى رؤية اقتصادية وليست لتيه استراتيجية لإعادة إعمار المناطق التي تم تدميرها فضائح الفساد تنتشر في الأوساط السياسية من قمة الهرم إلى قاعدته ومنها عقود إعادة الإعمار التي فازت بها شركات عراقية وهمية يمتلكها سياسيون كبار ورغم التطمينات والإغراءات التي تحاول بغداد من خلالها تحفيز الدول والجهات المانحة للمساهمة في إعمار العراق إلا أن هاجس الفساد المستشري خيم على أعمال أغلب المؤتمرات المخصصة للإعمار وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 88 مليار دولار لإعادة إعمار القطاعات المتضررة من الحرب المنظمات الدولية صنفت العراق على أنه يحتل المرتبة السادسة والستين بعد المئة من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا بحسب لائحة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية يعتبر ملف إعمار العراق من الملفات الأكثر غموضا وفسادا في العالم إذ ما زالت البلاد تعاني من تدهور في البنى التحتية بالرغم من صرف مليارات الدولارات عليها منذ عام 2003 وحتى الآن وهذا ما يؤكده الاقتصاديون وما تكشفه الوثائق فضلا عن نسبة إنجاز المشاريع التي لم تتجاوز 5% في حين أن نسبة التدمير في محافظتين نينوى والأنبار فقط بلغت 70% تولت الشركات التابعة للأحزاب السياسية الحاكمة مسؤولية ملف إعمار العراق فكانت النتيجة أن أصدرت هيئة النزاهة أوامر بإلقاء القبض على 22 وزيرا و335 مديرا عاما جميعهم ينتمون للأحزاب السياسية الحالية التي تحكم البلاد بتهم فساد مالي وتمرير صفقات لشركات محلية وإجنبية لكن استطاعت الكتل السياسية تعطيل أوامر القبض بحق هؤلاء المسؤولين